لو اي حد فتح منصة اكس دلوقتي هيلاقي ترند بسبب عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تابعوا معنا الفيديو للاخر عشان تعرفوا ايه القصة نشر عمر علاء مبارك بوستات بيتكلم فيها عن فرق المعيشة في فترة حكم جده الرئيس مبارك وبين دلوقتي وقارن بين سعر الدولار لما مبارك ساب الحكم كان ماكملش 6 جنيه وحاليا سعره قصر 30 جنيه والسلع الاساسية اللي زادت حوالي 300% زي اللحمة والسكر والغاز والبنزين والموضوع على الترند وبقى فيه ناس بتأيد وناس بتعارض وعركة دايرة على السوشيال ميديا من وقت نزول البوست بتاع عمر علاء مبارك لحد ما ظهر النائب محمود بدر وحب يعلق على البوستات اللي بينزلها عمر دي وكتب على حسابه الرسمي على موقع اكس وقال اللي بيعمله عمر بن علاء مبارك ده مسموش نستلجية الايام جده على حاجة لان عمر مولد 2000 يعني لما جده ساب الحكم في يناير كان لسه قلع البامبرز من شهرين تقريبا لكن اللي بيعمله ده اسمه شمتة في احوال البلد مش هقول بقى اسمه جاهل ولافتح حدوتة ان الجزء الاكبر من ازمتنا اننا بنفكي مراس تقيل قوي وفساد شبكات بابا يعرفها كويس وختم كلامه قال لكن اللي لازم يعرفه ان الشمتة في البلد دي مش سياسة خالص ولا حتى شجاعه كده دي اسمها نقص تربية يا حبيبي فعيب يا عمر كده عيب يا حبيبي اختشي كده وطالما بيتك من ازاز ما تحدفش الناس بالطوب يا حبيبي بعدها رد عمر عليه وقال له على اخر الزمن محمود بنجو بيوجهه لكلام طبعا اول ما البوست ده اتنشر حصلت حالة جدل كبيرة جدا على السوشيال ميديا كلها وتقسمت الناس بين مؤيدين ومعارضين ناس بتقيد عمر علاء مبارك وبتقول ولا يوم من ايام جدك وناس تانية شايفين انها كانت ايام سودة وان الثورة قامت بسبب الفساد اللي كان بيحصل كمان علق الاعلامي حافظ المرازي ورد على التويتر اللي كتبها عمر علاء مبارك وقال حفيد الرئيس مبارك بيستخدم افهاد جده الساخرة بسرعة بديهة قسية مستعينا بملفات الجد القديمة للرد على سيادة النائب المحر ضد الشاب عمر بعد ان تحول النائب من صفوف شباب الثورة الى هاتفة الدولة العميقة انها لعبة الكراسي الموسيقية مستنيين تعليقاتكم في الكومنتات وما تنسوش تتابعونا على فيديو عن مصر